نعم في البداية رأينا الأسبوع السابق بأنه مخازن الحشد تم تفجيرها في العراق وأنا سأقول بأنه هذا بالتأكيد ليس حادثا هناك دولة قامت بهذا التفجير أنا لا أعرف من لربما يمكنك أن تتوقع ولكن هذا يذكرني في صيف 2019 عندما بدأت أعادات من مخازن الحشد في العراق بالتفجر بالنسبة لإدارة ترامب أعتقد أنه الأمر نوعا ما أكيد الاتفاقيات الطاقة تم تحديثها للمرة الثانية مما يسمح للعراق بأن تشتري الطاقة الإيرانية أنا أعتقد بأنه لن يسمحوا لهم بشراء الطاقة من إيران مرة أخرى تحت إدارة ترامب ونحو المستقبل حتى في الإدارة الحالية أو حتى إذا ما كانت إدارة كمالة هي التي سوف تفوصها سوف يعدون تفكير بهذه الأمور لن نتحدث فقط عن الحشد وعن المهندس ولكن أيضا الستة فاصل ثلاثة مليار في التمويل من الحكومة العراقية إلى الحشد بعضها ستدفع رواتب الحوثيين وما يدعوهم فصائل المقاومة أو مجموعات المقاومة الأخرى أو وكلا إيران في الإقليم أعتقد عاجلا أو آجلا إذا استمر هذا السلوك الولايات المتحدة الأمريكية سواء ما كانت إدارة كمالة هاريس أو إدارة ترامب سوف يأخذون إجراءات أخرى ضد العراق من أجل أن يحاولوا إظهار أن العلاقات مع الحشد ومع فصائل المقاومة أو أنواع المقاومة الأخرى الإيرانية الأخرى كمشكلات كبيرة